رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا يؤكد إقامة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل كرمز للوحدة والأمل على رغم من الشكوك المتزايدة حول مصير الحدث المؤجل من سنة 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إصرار سوغا لقي صدا لدى اللجنة المنظمة المحلية واللجنة الأولمبية الدولية التي نكررت هذا الأسبوع أن الألعاب ستمضي قدما بأمان ومع استمرار تأثر العديد من المناطق في اليابان بالتداعيات كوفيد-19 بما في ذلك العاصمة توكيو الخاضعة لحالة الطوارئ يتزايد القلق بشأن إقامة الحدث المقرر انطلاقه في الثالث والعشرين من يوليو المقبل المنظمون أجلوا هذا الأسبوع أول حدث تجريبي للأولمبياد كان مقررا في مارس المقبل بسبب قيود الصفر نظرا لحالة الطوارئ الناجمة عن الوباء في اليابان